السلام عليكم و حمد الله و بركاته محبا بكم سيسية مطبخ امنيضل نقطع لكم وصفة كوتلت بسلسة الاستوائية وصفة كوتلت بسلسة كبيرة كاس العسر البرتقال ملح العسل زيت زيتن و قطعة الزبدة سوف نرى طريقة تحضير نأخذ تنجرة نضع الكوتلت و نضيف باقي المكونات نحاول ان نخلط الكوتلت مع المكونات و نجعله ساعة قريبا حتى تشرب الخالط المكونات يتركض فيها جيد ثم من بعد نضيف النار على تنجرة و نجعله نار مهيلة حتى يطب فكتب النار فقط في هذا العسر البرتقال كما نظيف الماء فقط في هذا العسر البرتقال و بعد كيطب نتلقه باقي الوصفة سوف نرفقه مع خدر مبخرة هنا كما تشاهدون و نضيف الملح و نقوم بتحضير ثم نضيف طبقة أخرى و نضيف الملح ثم نضيف بالمرح و نضيف و نتكلم و نتوقف باقي الوصفة نضع الفرن حتى يتحمل نضيف المرق نضيف المرق نضيف المرق فقط العسر البرتقال والحم نضيف المرق نضيف المرق نضيف المرق نظيف المرق هذا الشكل نهاي هذه المرق مرق و هذا الكوتلت نضيف المرق عندما تبخرت يجب أن ننسي نضيف المرق نضيف المرق و هنا قدمتهم كوتلت مع قطع البرتقال نضيف المرق في الصلصة نضيف المرق يجب أن تجربوه اشتركوا بالقناة و دائما جديد وصفاتي وبستحورها